وفود تأتي وأخرى تلحق بها تشكيل الحكومة في العراق يشغل بالطهران وحلفائها في بيروت لا سيما بعد مقتل سليمان الذي كان صاحب التأثير الأكبر على الأحزاب السياسية في العراق ومع غياب هذا التأثير اضطر مسؤول ملف العراق في حزب الله محمد كوثراني للاجتماع مع كتلتي الإطار التنسيقي الموالي لإيران وكتلة الصدر لإقناع الأخير بتشكيل حكومة توافقية وذلك بعدما تسرب من فشل زعيم فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني بالوصول إلى نقطة التقاء بين الطرفين المتنازعين المالك والصدر ويرى الصدر أن له الأحقية بتشكيل حكومة أغلبية تمثل الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات بعدما نجح في إصال محمد الحلبوس لرئاسة البرلمان ومع أعلان الصدر أنه يريد حكومة لا شرقية ولا غربية تزداد الشكوك حول نيته بالفعل تشكيل هذه الحكومة فبعد نحو 19 عاما على احتلاله لا يزال العراق أسير الخارج الذي يقسم التوازنات فيه على أساس المحاصصة الطائفية والتي بنيت عليها العملية السياسية الحالية ولم تحد عنها أبدا طيلة هذه السنوات The National Internet تؤكد من جانبها إلى أن هيمنة الميليشيات بالعموم وتلك الموالية لإيران على الحكومة المقبلة والبرلمان سيسمح لها بمواصلة العمل خارج إطار قوات الأمن دون مواجهة أي ضغوط فضلا عن بقاء سلاحها المنفذلت مشهورا ضد أي صوت معارض لها مخاوف بدأت تداعياتها بالفعل تظهر على الساحة العراقية مع رفض أي طرف من الأطراف التخلي عن ثقله ومصالحه السياسية والاقتصادية ومن الممكن كما يرى خبراء أمنيون أن تؤدي هذه المواجهة إلى زيادة زعزعة الأمن في البلاد وعودة التفجيرات إليها بشكل أكبر حتى رضوخ أحد الطرفين وليث ما يتم ذلك يواصل العراقيون دفع فاتورة الدم تحت غطاء الديمقراطية المزعومة والتي تتمترس وراءها أحزاب العملية السياسية الحالية